الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الجمعة الموافق 24 شوال عام 1437 و37 حجرية الموافق 29 جولاي 2016 طبعا الان بي سي زارونا قبل عشر ايان تقريبا وذكرنا استخدامنا على الطاقة الشمسية لعدة اشياء وذكروا كذلك لكن ما كان في وقت يشوفونها ولا كان في وقت معرضها له اليوم سنعرضها على الطبيعة طبعا عندنا الفطارية هنا الفطارية هنا سأخذ من الواح وتحول على محول هنا يحول من 12 فولت دي سي الى 220 فولت سي بالتالي نتشغل عندها تشياء نبدأ بالكمبراسر هنا الكمبراسر هنا نشغله طبعا على الطاقة الشمسية بسم الله معزولين عن كاربة البيت تماما نستمر هنا اللي نشغل الغسالة طبعا الغسالة ناخذ شوية صابون هنا وبعدين نغسي بسم الله طبعا نشافها برضا نشغلها هنا لعلها ما تشاف بس من حركة الغسالة يباني ان سبينر او النشافة الدور طيب الغسالة شغالة نطف فيها نأتي هنا لا استخدام آخر اللي هو القطع بسم الله طبعا ما تحط القطع حتى يوقع هنا الدلل بسم الله طبعا كاربة شوية قوية ترى يخرج منها كاربة هي 230 تقريبا اكبر شوية هذا اللي ننشر على الخشب نأتي لنشر الخشب بسم الله نحاول ننشر شوية من الخشب بسم الله نحاول ننشر نحاول ننشر نأتي للتلحيم طبعا فكرة التلحيم يا شباب آه غير مسبوقة حتى انها البرش يقول لنا علمنا قلنا والله يا أخي ما نعلمكم الا بعدين هنا بسم الله طبعا ان التلحيم هنا قوي شوية لما تحطها تخرج المصورة في لحظة ولذلك ما نبغى نخرب المصورة وحقيقة ان خمزل حينها فيه غيوم ما فيه شمس كتير وبالتالي شغلت الأجهزة هذه كلها فلو لو كان شمس كوي تكون يعني أكتر طبعا المقطع اللي سوي صورني واحد وانا شغل السعاد السيارة ما زي سألوني هل هذا ولا دخط قلت له ولا ما هو دخطي بس الشباب هذا الجدد زي عم الله خير يقول يا عم يا خال هو من رجل عارفه له بيت منه من خفصة شكيلو لكن الشخص ما عارفه قال له نصور نرسلك لأخو زمالي في أستراليا عندما أحببت أن أقول الحلقة هذه 312 أحببت أن أقول هذا الموجز لاستخدامات الطاقة الشمسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم صلى الله عليه وسلم